السلام عليكم وإياكم دكتور علي محمد وبهذا الجزء راح ناخذ الفيزياء الخاصة بالإذن والخاصة بالسماء هذا الموضوع يحتاج شوية نولوج عن الأناتومي وشوية نولوج عن الفيزيولوجي مو من باب طرف علمي بس من باب إنه هذا الشي ضروري يعني ما راح نقدر نفهم بالإيافة مثل موضوع الـ Eye and Vision شنشرح نتشريح العين مجبرين إنه نشرح تشريح الإذن فالطريقة اللي أنا اعتباحها في فهم الإذن أنه نتخيلها كاستوانة مبدئيا هالاستوانة هدفها أنه تحول إن الموجات الصوتية يلي هي جاية من الخارج إلى إشارة كهربائية تروح للدماغ نبرين يلي هو من الجهة الـ N من جهة الداخل فهي عبارة عن استوانة هدفها تحول شي صوتي ميكانيكي إلى شي كهربائي يلي هو الإشارة التي تروح عن طريق العصب للدماغ هاي هي الفكرة الأساسية من الإذن هذا كلام مفهوم وسهل الإذن كتشريح تتقسم إلى ثث أجزاء جزء يسموه الأوتر أو الكستينر هذا الخارجي وجزء يسموه الإنر اللي هو الداخلي وجزء يسموه الميدل يلي هو الإذن الخارجية والإذن الداخلية والإذن الوسطى كل واحدة من عدهم إلها فيزياء خاصة بيها وكل واحدة إلها وظيفة إحنا اللي نريد نعرفها وظيفة كل واحدة مبدئيا وبعدين نأخذ الفيزياء والقوانين الخاصة بيها هل نغير اللون شوي نجي للأوتر إير الأوتر إير هدفها كل اللي تريد يسويه إنه الموجة الصوتية يلي كانت عبارة عن حركة هواء تحولها إلى حركة ميمبرين هنا موجود غشاء اللي هو الطابلة طابلة الأذن فهنا نقدر نحول الساوند إلى الإيردرام إيردرامي اللي هو طابلة الأذن هذا الشغل الإذن الخارجية هاي كل وظيفتها الإذن الداخلية شنو تسويه عدها مجموعة عظام فث عظام كل الشي صغيرة هاي العظام أصغر عظام موجودة بالجسم هاي الفث عظام تسوينا سلسلة عظم يحرك عظم فمن يجي هذا الميمبرين اللي هو الطابلة وتتحرك يتحرك لنا ذول الفث عظام بالإذن الوسطى والإذن الوسطى رح تنقل الإشارة بعدين للإذن الداخلية إذن هدف الإذن الوسطى فهنا رح تجي هاي العظام في الفيديو ذا يجي بهاي الطريقة ذا يجي كموجة صوتية دخلت على الإذن الخارجية ما لدكم الإذن الخارجية موظائفها لأنه تجمع الموجات الصوتية جمعة الموجة الصوتية راح تحركتنا غشاء يسمى الطابلة المتفهم اللي أنا دا أقولها عن طريق نوع الإشارة الكهربائية اللي وصلتها شون تتغير الإشارة الكهربائية حسب الموجة الصوتية اللي إجت يلي حددها الصوت اللي أنا دا أنتجه واللي أنتوا تسمعوا هاي هي كل الميكانيك أو الفيزيكس الخاصة بالإذن فنقدر نشوف أنه هي ثث أجزاء يعني هذا الفيزياء هنا تختلف عن الفيزياء هنا تختلف عن الفيزياء يعني كل واحد دا يحتمل على مبدأ معين واحد هدفه فقط أنه أستلم الموجة الصوتية وحولها إلى حركة اللي أنا أريد أنقل حركة دا يشتغل مثل عتلات اللي هي الإذن الوسطى والإذن الداخلية دا أحول حركة إلى موجة كهربائية فنشوف أكو اختلاف بالفيزياء ولهذا رح نأخذهم كل واحد كجزء واحد وراح أقسمهم كفيديوهات واحد إن شاء الله حتى تكون سهلة هذا الكلام اللي قلناه هسا رح نجي نقرأ يقول لك الإحساس بالسمع يضمن أول شيء ذات اللي هو هذا أخير شيء يعني بالحقيقة هذا مو أول شيء هذا أخير شيء اللي هو الخلايا الشعرية الموجودة بالكوكلية اللي هي القوقعة هاي أخير شيء الميكانيكل سيستم هو يبدي لمن دخلت الموجة الصوتية للإذن لمن يبدي بحركة قبلة الإذن وحركة العظام هو هذا النظام الميكانيكي السينسر اللي هما المتحسسات تتجنى شيء يسمى أكشن بوتينشيال مصطلح أكشن بوتينشيال اللي قبل شوية قلت لكم عليه كهرباء إحنا من نقول ككهرباء هذا نعبر عنه فيزيائيا بس من نيجي نحك كأعصاب نسمي أكشن بوتينشيال بوتينشيال نفس إذا تذكرون الجهد بالفيزياء كلمة بوتينشيال بالفيزياء معناتها جهد وأكشن يعني فعل فهو الجهد يلي موجود بالعصب يسمه أكشن بوتينشيال احنا نقول عليه كهرباء هو مو كهرباء هو مو تيار كهربائي دا يمشي مثلي دا يمشي بالكابلات هو عبارة عن جهد نينتقل عن طريق العصب شلون دا ينتقل مو شغلكم هسا لأن هذا راح ناخذه بالفيزيج ان شاء الله بس نعرف انه هو اسمه بوتينشيال كلمة بوتينشيال مهمة كلمة أكشن بوتينشيال بحد ذاتها مهمة هاي الكلمة من الكلمات اللي كلش هنبقى نستعملها طول حياتنا كأطباء يعني فالأكشن بوتينشيال اللي هو انتقال الإشارة الكهربائية عن طريق العصب يسمه أكشن بوتينشيال القدتها رينار فهو منه العصب السمعي اللي هو العصب الثامن من العصاب الخاصة بالدماغ العصب السمعي auditory nerves بعدين نروح وين لل auditory cortex cortex يعني قشرة auditory سمعي فهي القشرة السمعية الموجودة بالدماغ هي part من الbrain ذات decodes decodes يعني تفك الشفرات code ككلمة code يعني شفرة codes بالاسم الشخص الثالث معناته يشفر صارت فعل كلمة code تجي اسم وفعل فكود هنا فعل من الحط لها decodes صارت شنو يفك الشفرة ها فعل فصارت decodes يعني يفك الشفرة الخاصة بالإشارة يعني هي إجتا كهرباء إجتا action potential هو رح يفك الشفرة حسب نوع الإشارة فرح تسمع صوتي يختلف عن صوت غيري ورح تسمعني لمنقاني قاعد يختلف عن ما لمنقاني تعبان لمنقاني صح صح صوتي عالي صوتي واطي رح يسوي فك للشفرة وانتر بريتس يفسر السيغنالز الإشارات اللي إجتها من العصب السمعي انتر بريتس رح يفسر معنى الكلام طبعا عن طريق قشرة ثانية متصلوا إيا القشرة السمعية مسؤولة عن تفسير معنى الكلام يعني قشرة السمعية هنا فقط وظيفتها أنه اتحول هذا الكهرباء إلى صوت مفهوم عدنا بإذننا بس أكو مكان ثانية بالدماغ وظيفتها تفهم معنى الكلام يعني أنا من أقول لك مرحبا وظيفة الإذن مجرد أنه تحول الإهتزازات مع الكلمة مرحبا إلى موجة كهربائية بعدين أكو قشرة خاصة بالسمع اتحول الموجة الكهربائية إلى أحرف إلى هي حرف الميم والراء والحاء والباء والألف صارت مرحبا وقو جزء من الدماء يفهم أنه كلمة مرحبا معناتها ترحيب فأنت لازم تجاوب وتقول لي أهلا وسهلا فهذا جزء فشوف أنه أكو اختصاص بالمناطق بالدماء كل واحد وظيفت الشيء فيعلي لا تنسون أنه هذا جزء من عملية كلش طويلة إحنا دنأخذها حاليا هسا كمنا العمليات اللي ده صير وإحنا رح نأخذها وحدة وحدة الديفنس اللي هو الطرش أو يسموه hearing loss هو result إذا أي واحدة من ذولة مالفونكشن مالفونكشن يعني ما اشتغل الصح أي واحدة من هاي الأمور انضربت ما رح يشتغل انسدت الإذن انضربت الطابلة رح صار مشكلة بالميدل إير اتحابات بالإذن الوسطى انضرب العصب أو انضربت القشرة أي واحد من عندهم ذولة رح كل السيستم رح يعطي من نظرة الشريحية نقسمها ثلاث أجزاء جزء أوتر جزء ميدل وجزء إينا وظيفة أو هدف معين تاسك يعني مهمة تاسك يعني مهمة تاسك يعني نكشف أو نلقفها أو نستقبلها وانتربريتينج اللي هو تفسير الساون للموجات الصوتية نجح نشوف هذا التشريح قبل شوية نرسبت لكم ياكا سطيوانة كتقريب للفكرة هس رح نرسمها بالواقع هاي الفتحة الخارجية اللي رسمناها وبعدين نشوف اكوا قناة يسموها الإير كنال قناة سمعية هاي جزء من الأوتر إير الأوتر إير تنتهي عد الإير درام يلي هو الطابلة هاي هي الطابلة بعدين نشوف انه اكوا ثف عظام هاي أسماءهم المالس والإنكس والستيبس ذول الثف عظام اللي كونونا تشريح الميدل إير فصارت ميدل إير بعدين تيجينا الكوكلية الكوكلية اللي هي القوقعة وذول السمي سيركولار كنال الخاصين بالتوازن ما ندخل بيهم بعدين يجينا هذا الفستيبيولون نير بالعصب الخاص بالتوازن والأوديتاري نير بالعصب الخاص بالسماء ذول يروحون الفيشيال نير ما لكم دخل منا هذا أناتوم كلي يمشي من يومهم بس وظيفته بعيد هذا الفيشيال نير الخاصة بعضلات الوجه بس هو يمشي منه وبعدين يروح للوجه فما لكم دخل منه شوف نقرأ لهذا الكلام يقول لك 3 parts separated by membrane windows membrane أخشية windows يعني نوافذ غشائية اللي هي الair drum الطبلة أو يسموها tympanic membrane يسمين لها يسموها tympanic membrane أو الair drum اللي تكون بين outer والmiddle air هذا مهم يعني تعرف الفاصل اللي يفصلنا outer على middle اللي هو هذا اللي كنا نرسل هذا الفاصل اللي يفصل لنا outer air على middle وكوشي سمو oval window والround window ذول الشنو القوقعة هي شون صايرة القوقعة القوقعة عبارة عن عنبوب ويروح يظلي فر سوينا قوقعة وبعدين يرجع واضح؟ فذول الفتحة تفتح على middle يعني هاي inner وهاي middle فليفصل لنا middle air وهاي outer طبعا فليفصل لنا middle air عن القوقعة هم فتحتين وحدة يكون شكلها oval oval يعني بيضوية وحدة تكون round طبعا السائل يروح يفر ويرجع منها يصطدم حتى تكون يعني دورة كاملة يروح يفر داخل القوقعة بيرجع طبعا الثين هما ازدودات يعني هنا من ده نحشي اكو membrane هنا اكو ميمبرين يعني السائل مو دي يرجع على الميدل السائل فقط يروح يفر ويرجع يصطدم هنا بهاي روحت واصطدامة دي يتحرك السائل فاحنا هدفنا نحرك السائل داخل هاي الأنابيب مو هدفنا يطلع من عندهم فهذا نقصد بال oval window و round window اللي يفصل لنا middle ear عن inner ear ذول نهايات القوقعة three parts shown بلول وراح اوقف الفيديو وبعدين ناخذ outer ear والقوانين مالتها والmiddle ear والقوانين مالتها والinner ear والقوانين مالها طبعا الصراحة يعني اقول لكم انه هو تعقيد كل الزايد عن اللزوم ومن احتاجه يعني انا الفكرة اللي شرحتها وبعض الامور اللي ناخذها بالفصلجة كلش كافية اي قوانين فيزياء هنا هي زايدة عن اللزوم ومو كلش ضرورية وحتى لو واحد رات يعرفها فيعرفها بعدين لنحانيا الطالب الصف اول اول ما يدخل ما كو داعي الها مو كلش لها داعي انك انت تعرف كل هاي الامور بس يعني احنا نحاول نقربها وقدر الامكان بيها تفاصيل اكثر كلش اكثر بس يعني هو هذا اللي نقدر نحجي الطالب الصف اول ما نقدر نحجي اكثر فانتو اقروها من باب العلم بيها من باب امتحان عدكم وكذا بس عرفوا انه هتاخذوها ان شاء الله بعدين بصف ثاني بالتشريح وبصف خامس بال اي ان تي الانف اذن حنجرة تاخذوا الموضوع بتفصيل اكثر شكرا جزيلا لكم ونلتقي بالجزء القادم مع السلامة